وقعت شركة إدامة ذراع العقاري لصندوق البحرين السيادي شركة ممتلكات البحرين القابضة اتفاقية تأجير لمدة 25 عاما مع بحرين التيتانيوم التابعة لشركة أنترلينك ميتل أند كيميكلز وسيتم بمقتضى الاتفاقية تأجير قطعة أرض صناعية بمساحة 50 ألف متر مربع في مدينة عسكر وذلك لبناء مصنع للتيتانيوم متعدد المراحل بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار أمريكي في ذات السياق قالت سعدة السيدة نور بن تعالي الخلايف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن المصنع هو المصنع الأول المتخصص في التيتانيوم على مستوى المنطقة وسيستفيد من سهولة الوصول المعفي من الضرائب إلى 24 سوقا حول العالم من جانبه قال سعدة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة أن جذب هذه الشركات إلى مملكة البحرين يلعب دورا محوريا في تعزيز التنوع والجودة والقيمة الاستثمارية إجمالا للقطاع الصناعي الوطني كما أن شركة أنترلينك ذات سمعة طيبة باعتبارها واحدة من أكبر تجار وموردي التيتانيوم في العالم